هبتدي مع حضراتكم بمبارات الإسماعيلي والزمالك وشوفنا الشكل الرائع للمباراة سواء بقى وجود الجماهير والجماهير الإسماعيلي هو وتشجيحها لفريق الحقيقة النهاردة اللي كان محتاج التلات نقاط يعني بشكل كبير أكتر كمان من نادي الزمالك اللي ما يهموش في الوقت الحالي التلات نقاط لأنه هو بعيد عن المنافسة على المركز الأول وبالتالي التاني زي التالت زي الرابع وبالتالي النادي الإسماعيلي النهاردة كان محتاج التلات نقاط عشان يبتعد شوية عن المركز اللي هو فيه والتخوف من الصراع على الهبوط بالتالي ناتزة مالك والمباراة والهزيمة حقيقة جمهير ناتزة مالك ما تفجئتش يعني من وجهة نظري أنا أن الجمهير ناتزة مالك ما تفجئتش بالهزيمة لأن ده واضح من خلال الأداء والنتائج في الفترة اللي فاتت والمتوقع الحقيقة أن ناتزة مالك هيفضل كلا شوي أن هو يتعادل يتغلب يعني حتى وقت كده معين يكون الأمور استقرت بالمدير الفني الجديد وقدر أنه يوصل لأفضل تشكيلة ويقدر يرفع الروح المعنوية للعيبة اللي مش موجودة خالص أن الروح المعنوية للعيبة والروح القتالية في الملعب مش موجودة تماما للعيبة ناتزة مالك وبالتالي هتغير مدرب وجيب مدرب تاني يجب أن المدرب الجديد هيعود له وقت شوية ولو طبعا هو مدرب كويس حتى الآن إحنا يعني أسوريو تجربته لسه أيام أو بعض المباريات ولكن ليس بالوقت الطويل عشان نقدر نقيمه لكن هيقعد وقت طويل جدا وأنا بشوف من وجهة نظري حتى نهاية المسم وما نقدرش نحكم على الراجل ده بالنسبة لنادي الزمالك وأسوريو إلا المسم بداية المسم القادم لأن في الحقيقة في الحقيقة اللعبين مش بساعدين يعني أنا لو أنا مدرب ومدير فني ومعايا مجموعة اللعيبة اللي في الوقت الحالي بمستوياتهم والحقيقة ما تيجي تبص لأ مستوياتهم كانت كويسة لكن الحالة بالنسبة لهم في حالة الروح والاهتمام والإصرار واضح إن فيه أمور كتيرة مأسرعة على هذه الأمور بالنسبة لإيه اللعبين وبالتالي مهما عمل المدرب الأمور مش تتغير كتير وبالتالي أنا من وجهة نظر زي ما قلت كده يعني ما تفاجئوش جمهور ناتزا مالك النهاردة ما تفاجئتش بالهزيمة وما زعلتش على فكرة يعني الزعل بنسبة لهم بقى إن ده بقى أمر بقى معتاد في الفترة اللي فاتت نتيجة الهزايم الموجودة ناتزا مالك السنة دي مغلوب حتى الآن نتكلم سبع هزايم ناتزا مالك يعني عدد كبير جدا من الهزايم ناتزا مالك حاجة أكيد أحزنت الجمهور في وقت لكن خلاص هم شايفين إن السنة دي الوضع بالنسبة لهم يعني سيء فعيقول لك السنة الجاية احنا بس نبقى موجودين حتى في المربع الزهبي عشان نلعب بطولة أفريقيا أي إن كانت بقى كونفدرالية أو دوري أبطال ونبتدي بقى من السنة الجاية الأمور يعني تتصلح معنا فترة إعداد نجيب لعيبة صفقات أمور إدارية كمان تستقر حاجات كتير قوي تستقر بالنسبة لناتزا مالك لكن أنا من وجهة نظري السنة دي هتبقى صعب جدا لنادي الزمالك يرجع مرة أخرى للشكل المعتاد عليه لإن الحالة للعبين ليست كما يجب والحالة الإدارية برضو زي ما انتوا شايفيني ده كده الأمور يعني مش مستقرة تماما خلنا نروح لواحد من نجوم نادي الزمالك السابقين كابتن نادي الزمالك